اهلا بكم الى حوار المساء رغم انها ارسلت بضع مئات من المارنز لحماية سفارتها في بغداد كما قالت لان الادارة الامريكية اعلنت ان خيارات التدخل العسكري في العراق لن تتضمن التزاما عسكريا مفتوحا او ارسال قوات على الارض لماذا سارعت واشنطن الى النأي بنفسها عن الخيار العسكري وكيف تتعامل مع تطورات الازمة الامنية في العراق هل تترجم هذه المواقف حذرا دبلوماسيا ام موقفا متناغما مع سياسات اوباما الجديدة في المنطقة حوارنا هذا المساء سيتناول اذن مقاربة واشنطن لمسجدات المشهد العراقي بداية نرحب بضيفينا في حوار المساء معي من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد اركان حرب ابراهيم المرعي ومعي من واشنطن استاذ العلاقات الدولية في الجامعة الامريكية الاستاذ ادموند غريب ويمكنكم ايضا مشاركة في الحوار من خلال طرح اسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك ابدأ بداية مع الاستاذ ادموند غريب استاذ ادموند منذ بداية الاحداث منذ سيطرة هذه المنظمات المسلحة على هذه المناطق الكبيرة والشاسعة في العراق كان هناك تحفظ امريكي واضح كيف نفسر هذا التحفظ الامريكي وهل يمكن قراءته في سياق طبعا المقاربة الامريكية الجديدة للشرق الاوسط بدون شك ان الموقف الامريكي يعقس لحد كبير السياسات الامريكية وخاصة السياسات الاخيرة التي اعلن عنها الرئيس اوباما ولكن من ناحية اخرى فان الولايات المتحدة ايضا لم تكن مستعدة او لم تكن تتوقع هذا التحرك السريع او هذا التقدم السريع الذي حققته قوات الدولة الاسلامية في العراق والشام وبالتالي فانها طرت ايضا للتجاوب مع هذه المتغيرات ودعا الرئيس الامريكي طاقم عمله في مجلس الامن القوم وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع لإعطائه خيارات حول الاهداف وحول التوجهات التي يجب ان يتبنع هذا من ناحية من ناحية اخرى طبعا يبقى ايضا الموقف من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال السنتين الماضيتين او على الاقل خلال السنة الماضية كان هناك نوع من عدم الارتياح لمواقف رئيس الوزراء العراقي على الرغم من انه كان هناك دعم للعملية الانتخابية وذلك لان الادارة الامريكية طبعا جزء منها يعود لانها تعتقد بان رئيس الوزراء المالكي عارض بقاء قوات امريكية في العراق لم يتحرك كفاية لدعم هذا التوجه الامر الاخر وربما هو الاهم في هذه المرحلة هو ان الادارة الامريكية كانت تركز على اهمية مشاركة من قبل الطياف العراقية مختلفة من قبل خاصة القوى السنية في شمال العراق من قبل الاكراد في الحكومة العراقية وبالتالي فانهم يريدوا ان تكون هناك حكومة تشترك فيها جميع الاطراف ويعتقدوا بان هذا ما لم يفعله رئيس الوزراء المالكي وبالتالي فانه كان هناك نوع من التردد ومن هنا نبدأ بفهم التحرك او التوجهات الاخيرة للادارة التي تسير على مسارين الى حد ما هناك المسار الذي يقول بان العراق هو شريك استراتيجي للولايات المتحدة وان الادارة الامريكية ستساعد لانها ترى بان الداعش والقوى المتشددة تشكل خطرا على المنطقة وتشكل خطرا على المصالح الامريكية ولكن في نفس الوقت فان الادارة الامريكية تريد ان تنفتح على ايران وتريد ايضا من الحكومة العراقية ان تشكل حكومة وتنفتح على الاطراف المختلفة في العراق ويكون هناك اشراك لجميع الاستاذ ادمند سأصل معك في هذه المحاور ايران وتقاطعها مع الموضوع تعني انتقل الى سيدة العقيد ابراهيم المرعي سيدة العقيد عندما نتحدث عن يعني العلاقة التي تجمع واشنطن وبغداد هناك اتفاقية امنية قبل انسحاب القوات الامريكية الا تجبر هذه الاتفاقية الامريكيين في حماية امن العراق ولا تأتي هذا الموضوع في ضمن هذه البنود بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هناك اتفاقية امنية ما بين العراق وبين الولايات المتحدة الامريكية الا ان الحليف الاستراتيجي للعراق وجه رسالة الى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قبل ثلاث سنوات من الان واكد عليها الرئيس الامريكي باراك وباما في خطابه الاخير بضرورة تشكيل حكومة توافقية الازمة العراقية هي ازمة سياسية بامتياز ونتجت عن تجاهل الحكومة العراقية لدعوات دول محبة وصديقة للشعب العراقي ومن اهمها دول مجلس التعاون الخليجي وايضا الولايات المتحدة الامريكية بضرورة انشاء هذه الحكومة وان لا تقصي فيها العرب السنة او اي طائفة من دائرة صنع القرار الازمة في العراق اخي ما اجد نتجت قبل دخول التنظيم تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام الى العراق الاتفاقية الامنية الموجودة مع الولايات المتحدة الامريكية في خطوط خطوط معينة لا تستطيع الولايات المتحدة الامريكية تجاوزها هناك عنصر مهم جدا في صناعة وفي القرار الامريكي وهو العنصر الاقتصادي الرئيس الامريكي مع الازمة الامريكية طلب من مجلس الامن القومي الامريكي اعداد تقدير موقف استخباري لوضع خيارات ممكن من خلال التعامل مع هذه الازمة وايضا قدم امكانية دعم الحكومة العراقية ولكن دون ان يكون هناك قوات برية وبشرط ان يقوم الرئيس الوزراء العراقي بتشكيل هذه الحكومة وان يكون هناك وفاق سياسي هذه الازمة لا يمكن حلها بطريقة عسكرية بعيدا عن الحلول السياسية داخل البيت العراقي هذه وجهة نظر تلقنا كثيرا من خلال المتابعين سنقلها للاستاذ ادموند ساذ ادموند البعض يقول يمكن لقراءة الموقف الامريكي بانه يعني هناك شعور من الحرج بما انه هذا الصراع او ما يحدث في العراق هو صراع داخلي بين المكونات مثلا هل تعتقد ذلك فعلا ام ان في هذه المرحلة او هذه الازمة هناك بعد خارجي كبير او هناك خطر خارجي في هذا الموضوع اعتقد ان هناك العديد من الامور هناك امور داخلية هناك امور خارجية هناك الارث الغزو الامريكي للعراق لان قيام الرئيس جورج بوش الابن بغزو العراق مع بدعم من المحافظين الجدد والليبراليين الجدد ادى الى تدمير العراق الى حد ما فاكفكت مؤسسات الدولة العراقية فاكفكت قوات الجيش العراقي وبالتالي التعامل مع العراق ليس كشعب يشمل مكونات مختلفة بل كمكونات كأكراد كسنة كشيعة وبالتالي موضوع الدستور الذي تم تبنيه المحاصصة الطائفية ان يكون رئيس الوزراء شيعيا ان يكون رئيس الجمهورية كرديا وان يكون رئيس مجلس النواب سنيا والتعامل مع العراقيين كفئات فقط ضمن هذه المكونات هذا طبعا جزء من الأخطاء الأخرى والتدمير وعمليات والتهجير واللاجئة وذلك ساذ أدلوند يدعو هذه التركة التي تحدثت عنها والتغيير الذي حادث في العراق وما بعد الغزو يدعو أمريكا الى مسؤولية أكبر في هذه الأحيان فعلا هذا ما على الأقل يطالب به البعض في الولايات المتحدة حتى هذا ما قاله وزير الخارجية السابق كولين باول الجنرال كولين باول الذي قال وحذر إدارة بوش أنه إذا كسرنا العراق فنحن نتحمل المسؤولية ولكن الأمريكيين وخاصة الرئيس أوباما وبعد أحداث بعد انتخابه وخلال الحملات الانتخابية كان قد وعد بأنه سينسحب من العراق لأن الأمريكيين تعبوا من هذه الحرب المكلفة المكلفة بشريا المكلفة اقتصاديا وبالتالي فأن الرئيس أوباما أراد الانسحاب ولكن التطورات على الأرض في العراق وبروز قوة متطرفة أيضا دفع الإدارة الأمريكية للبحث عن دور للولايات المتحدة لحماية مصالحها وحماية مصالح حلفائها ومن هنا كانت فكرة الانفتاح على إيران وهذا يمكن أن نتحدث عن ذلك أكثر فيما بعد ولكن الفكرة الأساسية هو أنه في واشنطن الآن هناك عراء مختلفة هناك انقسامات كبيرة شهدنا حتى حلفاء الأمس أشخاص مثل السانتر لينزي جرام وهو عضو بارز في مجلس الشيوخ بين الجمهوريين والسانتر جون مكين الذين كانوا حلفاء في كل القضايا وهؤلاء دعموا الحروب والتدخل إن كان في سوريا أو كان في العراق قبل في 2003 أو تبنوا مواقف متشددة ضد طهران إلا أنهما انقسما أمس مثلا جرام قال أول مرة أنه مستعد للتعاون مع إيران إذا كان ذلك يخدم المصالح الأمريكية وطبعا قال أن هناك شروط يجب أن ننفذها بينما مكين وبعض الديمقراطيين حذروا من أي تعاون مع إيران وهذا ينطبق على شرائح كبيرة في المجتمع الأمريكي سيادة العقيد عندما نتحدث أن مستشار أوباما اليوم يتحدثون عن خيارات مفتوحة لكن كيف نفسر أن هذه الحالة في إعلان البيت الأبيض أن التدخل المباشر غير مطروح هناك حديث عن موضوع طائرات بدون طيار هناك تحريك لحاملة طائرات سفن مارينز ولكن لا يوجد تدخل مباشر كيف سيكون الوضع العسكري الأمريكي في المراحل المقبلة طبعا عندما طلب الرئيس الأمريكي من المستشاريه لإعداد الخيارات الممكنة أمام الولايات المتحدة الأمريكية للتعامل مع هذه الأزمة حسب البروسيس المتبع في الولايات المتحدة عندما يصدر مثل هذا التوجيه فيتوافق مباشرة مع تحرك قوات عسكرية أمريكية ووفق هذا التوجيه تحركت بالأمس حاملة الطائرات جورج إتش دابليو بوش يرافقها بعض القطع البحرية والتي تتبع إلى الأسطول الخامس ومقره قيادته في البحرين تحركت من بحر العرب إلى الخليج العربي وأعطيت هذه القوات أربع مهام محددة المهمة الأولى هي حماية المواطنين الأمريكيين الموجودين في الأراضي العراقية ويعتقد أن عددهم عشرين ألف خمسة ألاف يعملون مع السفارة الأمريكية وخمسة ألف كونتراكترز مع الشركات الأمريكية المتواجدة في العراق أيضا تم إرسال مائتين وخمسة وسبعين جندي من المشاة البحرية الأمريكية لتأمين ما الموجود من المواطنين في السفارة الأمريكية تم أيضا نقل بعض المواطنين الأمريكيين إلى جنوب العراق إلى البصرة والبعض تم نقلهم إلى أكليم كردستان والبعض تم نقلهم إلى خارج الأراضي العراقية في دول مجاورة كالأردن الهدف الثاني من تحرك حاملة الطائرات هي إخلاء المواطنين الأمريكيين في حال لم يتم السيطرة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام النقطة الثالثة والمهمة هي أن تحرك هذه القوات يتيح خيارات عسكرية مباشرة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية تكون جاهزة عند اتخاذ مثل هذا القرار المهمة الرابعة والمحددة هي تنفيذ عمليات استطلاعية استخبارية فوق أراضي العراق وإعداد ما يسمى بقائمة الأهداف ضمن قيادات وصفوف تنظيم الدولة الإسلامية إذن هذا التحرك محدد له مهام وأعتقد أنها المهام الأربعة التي ذكرت لك أخي ماجد سابقا نعم أيضا مع الأستاذ أدموند في موضوع ما يمكن أن تقدمه واشنطن إلى حكومة المالكي وإلى طبعا العراق في هذه الأوقات وفي نفس الوقت لا يثير طبعا حفيظة الأطراف المعارضة في الجانب السياسي نتحدث هناك في العراق ما الذي يمكن أن تقدمه واشنطن حتى الآن ما نسمعه هو أن الإدارة الأمريكية لديها كما ذكر ضيفك الكريم لديها لائحة بالأمور التي هي على استعداد لاستخدامها ومن أهم ربما تقديم معلومات استخباراتية للقوات العراقية التسريع في تسليم أسلحة لهذه القوات ولكن هناك خشية أيضا من وقوع بعض الأسلحة الأمريكية في أيدي القوات التي تعتبرها غشقنطن معادية كما حدث مثلا خلال المعركة التي جرت في الموصل أو مناطق أخرى في الأنبار وفي نينو وغير ذلك كل هذا طبعا جزء من الأمر الآخر هو قيام الولايات المتحدة بهجمات جوية بضربات جوية لمساعدة القوات العراقية والاستهداف مواقع ومراكز للدولة الإسلامية وحلفائها وبالإضافة إلى كل ذلك فأنه كان هناك تصريحات أيضا تتحدث عن دور لقوات خاصة أمريكية يمكن أن تقوم بتقديم استشارات ونصائح وتدريب للقوات العراقية على الأقل هذا ما نسمعه حتى الآن ولكن هناك أيضا ليس فقط معارضة وانقسامات في العراق بل هناك المعارضة والانقسامات في الولايات المتحدة حيث أن هناك كثيرين يقولوا بأن الرئيس أوباما كان يقول بأنه لن يرسل أي قوات إلى البرية أو بوتس اندجراوند كما يقال إلى العراق ولكنه الآن قرر إرسال عدد من قوات المارينز وبالتالي فأن هناك من يقول أن الولايات المتحدة يجب أن لا تتدخل وخاصة أن هناك انتقادات أولا لأي تعاون وتنسيق مع إيران قبل بعض الأطراف أو أي تعاون وتنسيق مثلا حتى مع الحكومة العراقية من ناحية أخرى وبينما توجد قوة تقول بأن كما قال السناتر جرام بأن الدولة الإسلامية قد تتدخل في الأردن تسيطر على الأردن قد تتقوم بشن عمليات مماثلة لعمليات 11 أيلول ضد الولايات المتحدة ولذلك يجب أن نتدخل وبالتالي فأن هناك هذا التشابك الآن ولكن الإدارة تتحرك كما قلت على مسارين وهي تأمل بأن تضغط على حكومة الرئيس الوزراء المالكي مقابل الدعم الذي ستقدمه ليشكل حكومة التلافية وتأمل أن تقوم إيران أيضا بمساعدتها في هذا التواجه نعم مشاهدين نتوقف الآن مع فاصل قصير قبل العودة لاستكمال هذا الحوار أهلا بكم مجددا قبل العودة لمواصلة حوار المساء نأخذ الآن بعض المشاركات التي وصلتنا من المشاهدين بشأن الموقف الأمريكي من الأزمة العراقية الراهنة منير زايدي على فيسبوك يقول الولايات المتحدة لا يهمها سوى مصالحها الاستراتيجية في المنطقة علي الرشيدي من جهته يرى أن واشنطن تسعى إلى توسيع نفوذ إيران في المنطقة على حساب الدول العربية من خلال الأزمة العراقية أما مصطفى إبراهيم فيتسأل هل واشنطن جادة في حل الأزمة في العراق أما أنها مستفيدة من الوضع الراهن طلال الكباريتي من جهته يرى أن إعلان الولايات المتحدة نيتها عدم تدخل العسكري في العراق يعني أنها بدأت تفكر في التخلي عن المالكي قسور العدناني على توتر يقول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعانيان من أزمات الاقتصادية ولا يستطيعان التدخل العسكري في أي دولة في الوقت الحالي أخيرا عبد درويش تسأل هل سياسة النائب النفس التي تتبعها واشنطن هذه الأيام تعكس فشل إدارة أوباما في معالجة الملفات الخارجية أجدد الترحيب بسيادة العقيد دركان حرب إبراهيم المرعي ومن وانشنطن أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية الأستاذ إدموند غريب أبدأ مع سيادة العقيد إبراهيم سيادة العقيد نتحدث الآن عن طهران والتي أعلنت أنها على استعداد للتعاون طبعا مع الأمريكيين بشأن العراق ما قراءتكم لهذا الاقتراح في سياق مساعي إيران إلى إعادة طبعا علاقاتها القوية دوليا وخصوصا بواشنطن والدول العظمى أخي ماجد إذا سمحت لي بأن من خلال تحليل استراتيجي وعملياتي وعسكري للوضع الذي تأل موجود الآن في العراق ونحاول أن نرى الصورة الكاملة المشهد العراقي هو جزء وهو في حقيقة الأمر مكمل للمشهد السوري التنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام تعرض لضغوط رهيبة وضخمة في سوريا من قبل الميليشيات العراقية والميليشيات الإيرانية وحزب الله والنظام السوري فقرر عملية عسكرية من وجهة نظر استراتيجية عملياتية احترافية محايدة هي عملية عسكرية ناجحة بكل المقاييس لثلاثة معايير أولا باغت الخصم بنقل القوة الضاربة من سوريا إلى العراق وثانيا التوقيت هناك التوقيت كان في دقيق واستغل هذا التنظيم الانتفاضة وتوافق بل وتوافق مع الانتفاضة الشعبية الموجودة في محافظات العراق في ديالة في صلاح الدين في الأنبار في نينوى وتوافقت أهداف التنظيم مع أهداف الانتفاضة الشعبية التي رأيناها في العراق منذ ستة أشهر سرعة التنفيذ سرعة التنفيذ العملية كل ذلك أعطى هذه العملية نجاح على المستوى الاستراتيجي العملياتي هذا التنظيم يضغط على الدول التي تدعم النظام السوري للخروج من العراق طبعا هناك ثلاثة أهداف رئيسية وضعها سيادة إبراهيم في نفس الإطار فقط أسأل الأستاذ أيدموند أيضا هذا التنظيم والذي وضع على قائمة الأرهاب على أكثر من دولة عربية وهنا المملكة العربية السعودية هي من قائمة الدول أيضا التي وضعت في هذا الشأن لولايات المتحدة أكثر من دولة هل من الممكن وما أنه خرج من سوريا ليأتي في العراق والآن هو ليجب أن يواجهه كولايات المتحدة وهي راعية للاتفاق الأمني هل من الممكن الآن أن يكون هناك شن لأهداف داخل سوريا لهذا التنظيم أو حتى تغيير في وجهة النظر الأمريكية في هذا الخصوص لا أعتقد ذلك على الأقل ليس في هذه المرحلة والثانيا بالنسبة لهذا التنظيم لا شك أنه تنظيم مقاتل شارس لديه قدرات أسكرية لا يستهام بها وأثبت وجوده إلا أنه بالإضافة إلى القوى التي يحاربها في حربها في سوريا والتي أشار إليها الضيفك الكريم فأنه أيضا قاتل قوات من المعارضة السورية جبهة النصرة والجيش السوري الحر أيضا هذا التنظيم جاء أساسا من العراق وهو تنظيم في الأساس تنظيم القاعدة في العراق ولكن وهنا أعتقد أن ما أشار إليه أيضا ضيفكم هو موضوع الدور الذي لعبته قوى أخرى لأن هذا التنظيم ليس تنظيما ضخما ليس لديه قوات هائلة ولكن ما يعتقد أننا شاهدناه في العراق هو مشاركة ضباط وجنود من القوات العراقية السابقة التي حلتها الإدارة الأمريكية كانت هناك مشاركة من جيش الطريقة النقشبندية ومن بعثيين سابقين بالإضافة إلى القبائل وبالتالي فهذه كانت أوسع من مجرد الدولة الإسلامية في العراق والشام وبالتالي هنا تأتي تعقيدات هذا الأمر وترتبط الأمور السياسية بالأمور العسكرية خاصة أن الإدارة الأمريكية تعلم أنه لا يوجد حل عسكري بل يجب أن يكون هناك حل سياسي وأيضا الإدارة غير مستعدة للتدخل وخاصة أن التدخل قد لا يكون سهلا ضد هذه القوة لأن ذلك قد يؤدي لقامة بهجمات جوية وغير ذلك أنها قد تؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة سيادة العقيدة أيضا في هذا الموضوع هناك قراءة للعلاقات الخليجية الأمريكية في إطار هذه الأزمة إذا ما قررت أمريكا التدخل أو عدم التدخل كيف ممكن أن تتأثر هذه العلاقة وفي أي تجاه العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج هو تحالف استراتيجي دول الخليج حددت موقفها ووجهت رسالة لجميع الدول وتخص بالذات إيران بعدم استغلال هذه الأزمة للتدخل في الشؤون السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في العراق بحجة دعم نظام رئيس الوزراء نوري المالكي العلاقة ما بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية لن تتأثر بأي قرار سيتخذه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المفارقة العجيبة المفارقة العجيبة في هذا الأمر أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في سوريا يتوافق في حقيقة الأمر مع أهداف الولايات المتحدة الأمريكية وإن اختلفوا في مسألة التنفيذ في سبيل إزالة نظام بشار الأسد فلذلك هناك مفارقة عجيبة أيضا من المفارقات سيادة العقيد من المفارقات أن الخارطة التي وضعها هذا التنظيم تشمل كويت أيضا في الدولة الإسلامية في العراق والشام وأيضا موضوع الخلافة أنهم تحدثون عن الخلافة وأيضا أنها مشمولة في منظمات الإرهابية في أكثر من دولة ألا ترى أن هناك عامل مشترك لمحاربة هذا التنظيم دول مجلس التعاون الخليجي حريصة كل الحرص إلى أمن وإستقرار منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ومنطقة الخليج العربي بشكل خاص ولا تدعم أي تنظيم في الهيكل التنظيم لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وضع له استراتيجية واضحة وأيضا أهداف معلنة كما ذكرت إعادة الخلافة الإسلامية وحدد منطقة عمليات وذكر أنها العراق وسوريا فلذلك أعتقد أنه لن يكون هناك امتداد لهذا التنظيم في دول الخليج هذا التنظيم يعمل في العراق ويعمل في سوريا ولا أعتقد أنه سيكون هناك امتداد نظرا للقوة الموجودة لهذا التنظيم هذا التنظيم 15 ألف ويحارب على جبهتين الجيوش العادية القادرة المتمكنة التي لديها إمكانيات كادة وسيطرة تعمل في أغلب الأحوال على جبهة واحدة فلذلك أعتقد أن هذا التنظيم ولا تدعم دول الخليج أي تنظيم يقوم بمحاولة زعزة الاستقرار في أي مكان لكن أود أن أكر سيادة العقيد أشكرك انتهى الوقت لهذا الحوار كان معي من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد أركان حرب إبراهيم المرعي وكان معنا من واشنطن أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية الأستاذ أدموند غريب شاهدين نهاية حلقة اليوم يمكن لمن فتت حوارات المساء العودة إليها على موقع skynewsarabia.com المساء وعدنا تجدد غدا في الخامسة بتوقيت غرينتش التاسعة بتوقيت أبوظبي في أمان الله